ناقش أعضاء مجلس بلدي الشمالية عدة ملفات من بينها قرار إلحاق المجالس البلدية بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية حيث طالب الأعضاء بتعديل هذا القرار إلى جانب ذلك اتفق الأعضاء بالإجماع حول عدة تصنيفات بالمنطقة من بينها الشوارع والمشاريع التجارية التفاصيل في التقرير التالي في طور بحث أعضاء مجلس بلدي الشمالية عن آلية عمل تكفل تحقيق التعاون بين الجهات الرسمية وكل ما يتعلق بالشأن البلدي شكلت لجنة تنسيقية للتطوير العمراني تختص بالمشاريع التجارية والتصنيف العقاري إلا أن هذه اللجنة لم تبلغ غاية ومطلب أعضاء المجلس حسب ما ورد من الأعضاء مجمعين على أن اللجنة اتخذت قرارات دون الرجوع إليهم من حق الوزير شكل لجنة تساعد في توضيح بعض الأمور لكن اللجنة تكون بعد غرار المجلس من حقه يرد لنا بالسلبة والإيجابة لكن أن تقر قرارات رفضها المجلس يسبب إحراج مع المواطن طبعا ارتهينا في المجلس أن نعلق مشاركات لأن وجودنا وعدم وجودنا لا يشكل فارق من جانب آخر كان لقرار إلحاق المجالس البلدية بوزارة المالية ماليا وبديوان الخدمة المدنية إداريا كان له نصب الأسد من نقاش الأعضاء الذين طالبوا بتعديل القرار إذ يرى الأعضاء أن هذا القرار قد جرد المجالس البلدية من استقلالها المالي والإداري في مخالفة للنصوص الدستور واللائحة التنفيذية حسب قولهم أعتقد اليوم نحن أمام معظلة كبيرة في الرد اللي وصلنا من السلطة التشريعية بخصوص صلاحيات المجالس البلدية الإدارية والمالية طبعا احتكموا إلى هيئة الإفتاء والتشريع في قضية السحب وأعتقد أن هناك اليوم كانت موافقة من قبل البلديات كوزارة والسلطة التشريعية كمجلس نواب بأن لا يكون لدينا أي صلاحيات لا مالية ولا إدارية نحن لا نعترض على ذلك ولكن كل منا تمناها أن يعدل القانون الموجود الصريح بأن المجالس البلدية الاستقلالية التامة إداريا وماليا فقط تعديل المادة وفيما يتعلق بتغيير التصنيفات سواء كانت شوارع تجارية أم مشاريع عقارية في المنطقة توصل فيها الأعضاء إلى الموافقة عليها بالإجماع إمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة